السؤال بعد هذا يقول السيد أنا أعاني من تشدد واكتئاب لأني أستمع للأفلام ولا أهتم للموسيقى الخاصة بها لكن بدأت أتوتن لأن هناك مواقع تقول بأنها حرام وفيها ذنب لكن في كل الدنيا العالم به موسيقى أيضا أفلام عربية بها نساء بعضها متبرجة وبعضها مغطاة بالكامل إلا الوجه لكني أركز فيها بقصد أن أسمع معلومة مهمة أو كلام مهم أو نصاحة تيدينية فما حكمها نقول يا رعاك الله تقول أنك متشدد هو مجرد أنك تحتاط أن لا تستمع إلى الموسيقى أو أن لا تنظر إلى المتبرجات هذا تدين وليس تشدد إن معيار التشدد معيار الغلو والوسطية ينبغي أن يكون معيارا شرعيا وليس معيارا عرفيا لو أطلقت الأمر وتركته إلى ما يتقاول به الناس سيعتبرون أن لبس الحجاب يعني تشدد وأن ترددك على المساجد خمس مرات يوميا أو حتى الصبح وواخر النهار تشدد سوف يرون في كل صور الاستقامة على الدين تشددا كيف بكم؟ إذا رأيتم المعروفة منكرا والمنكر معروفة أو كائن ذلك يا صلى الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده وأشد من ذلك سيكون فهذا فقط تعليق على كلمة أنني متشدد بعد هذا أقول لك يا ولدي الأصل في المعازف المنى إما لأنها من المحرمات أو من المشتبهات على أدنى تقدير ويتأكد هذا فيما كان منها مثيرا للغرائز دعيا إلى الفحش أو مفطيا إلى الضرر يستسنى من هذا الدف في الأعراس نحوها لكن يا ولدي اسمع وهذا قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يستسنى من هذا يرخص في الانتفاع بما أعده الآخرون من البرامج العلمية والوثائقية أو التاريخية الهادفة أو الأفلام الكرتونية النافعة بالنسبة للأطفال وإن شابها شيء من المعازف التي لا تحرك الشهوات ولا تثير الغرائز نظرا لعموم البلوى ونضرة البدائر المتاحة وتفريقا بين السماع والاستماع سين والتأل الطلب عندما لا تكون هذه الموسيقى المصاحبة مقصودة في ذاتها ولا يصيخ إليها المشاهد بسمعه ولا يلقي لها بالا فهي أشبه بالفواصل الموسيقية في نشرات الأخبار مثلا التي اتفق السواد الأعظم على الترخص في سماعها ومشاهدتها مع التنبيه على حكم هذه المعازف وعلى التقليل منها ما أمكن